تصريحات سيادة الوزير سامح شوكي كانت قاطعة ان تهجير الفلسطينيين من غزة خط احمر مع اللي احنا سمعناه النهاردة من وزيرة الاستخبارات الاسرائيلية وهو منصب حساس شديد الحساسية في اسرائيل سامحولت لحضراتكم واكد سيادة السفير ان كانت فيه سياسة اسرائيلية معلنة لتهجير لغزة يعني رغم كل اللي بيحصل ورغم كل الرفض ورغم كل اللي بيقوله المجتمع الدولي ورغم اللي بيتقال من المسؤولين ورغم تأكدات مصر هم مصرين على نفس لكن الرفض العربي والمصري كان قوي وهنا بقى بنروح لقوة الموقف العربي والمصري كلما كان الصف العربي متماسكا والرأي واحد كل مكان ده لتأثير وحرب اكتوبر ليست ببعيد من خمسين سنة عندما توحد الموقف العربي كانت النتيجة عظيمة تمام فاحنا بنتكلم النهاردة في الكلام ده كله مهم جدا واكد انه هناك دول كبرى وده تصريح مهم جدا من سيادة الوزير بتمنح غطاء لاعتداءات اسرائيل تصرحات مهمة ومجهودات مهمة بتتم من سيادة الوزير سامح شكري وتعبير ورفض وقوة الدولة المصرية ممثلة في كل اجهزة مرئاسة الجمهورية الوزارة الخارجية على المواقف منذ اليوم الاول لهدي الاعتداء